السلام عليكم يا هلو مرحبا ومساكم الله بالخير اليوم نيجي للحلقة الخامسة من سلسلة كويك ريفيو اليوم راح نتكلم عن ساعة هوبلت كلاسيك فيوجين اللي تم إطلاقها لأول مرة عام 2008 بمرجع رقم 542 NX770LR نظرت الساعة بشعل 31900 ريال سعودي طبعا الساعة نظرت بثلاثة مقاسات 33 نسائي بحركة كوارتز 3842 رجالي بحركة أوتوماتيك ورقم مكينتها MHUP 11110 نيجي الآن للمواد المستخدمة في صناعة الساعة نزلت بثلاثة مواد مختلفة الأولى تيتانيوم مثل الموضحة في المقطع والثاني بالسراميك الأسود مثل الساعة اللي في الخلف والأخيرة والمادة الأخيرة من الذهب الأصفر ونيجي لسوار الساعة نزل بربر طبعا تيجي ربر بالكامل أو تيجي من الأمام جلد ومن الخلف ربر الآن نيجي لسبب التسمية طبعا جماعة الخير كلمة هوبلت كلمة فرنسية معناها بالانجليزية بورد هول بالعربي نافذة السفينة أو الكوة ونطقها الصحيح أوبلو وليس هوبلت طيب الآن خلينا نرجع 44 سنة للخلف تحديدا عام 1980 ميلادي في هذه السنة جماعة الخير تم تأسيس شركة أوبلو السويسرية بوسطة الإيطالي كارولو كروكو وأول موديل أطلقته الشركة في تاريخها كان هذا الموديل وقتها نزل باسم أوبلو كلاسيك أورجينال في عام 1980 بمعرض بازل بسويسرية طبعا المصمم الإيطالي كان عنده حس مختلف عن جيميو صنع الساعة في وقتها وكانت فكرة كيف أجمع مادتين مختلفة تماما عن بعض وما لهم أي علاقة في بعض وأصنع منهم ساعة وقتها خرج عن المألوف ونزل أول ساعة في تاريخ أوبلو بالذهب الأصفر مع سوار ربر مطاطي وكانت أول ساعة في التاريخ تنزل بسوار ربر مطاطي ويعتبر أول براند يستخدم الربر اللي هو براند أوبلو وقتها أول ما نزلت الناس ما تقبلها كيف ساعة فاخر ومصمع من ذهب وفي النهاية تحط لنا ربر مطاطي ومع الوقت بدأت الناس تقبلها وللمعلومية تم دفع مليون دولار لدراسة تطوير الربر حتى يصل الجودة والانسيابية هذه طب كيف استلهم فكرة التصميم مثل ما وضحنا من قبل كلمة أوبلو بالفرنسية معناها نافذة السفينة ووجه الساعة نفس وجه الساعة مأخوذ من نافذة السفينة وأول من نزلت الساعة كان على إطار الساعة موجود 12 مصمع مثل نافذة السفينة ومع الوقت نقصوها لستة مسامير وطبعا حاليا اسم المجموعة اللي جالسين نتكلم عليها The Art of Fusion ومعناها فن الاندماج أو فن الانصهار فن الاندماج أنه كيف أجمع مادتين مع بعض وحطهم في ساعة وكان هذا هدف الإطاري من البداية اليوم ما أسوي الشركة أنه يجمع مادتين مختلفة مثل التاليتانيوم والربر أو السراميك والربر أو الذهب والربر أو أي مادة أخرى ومعليش طولنا عليكم شوية وهنا بعض الصور لبعض المشاهيري اللي اقتنوا الساعة وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من المقطع موسيقى